موسيقى 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 السلام عليكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غانديل معاكم تاجين ديال الكوهرة ديال الكفتة بالبيض نبدأه بالمقادير وبالطريقة غادي نحتاجه للكفتة الكمية تتبقى على حسب الرغبة غادي نضيف عليها التوابل اللي هي الملحة البزار الكامون والتحميرة وغادي نضيف عليها شوية ديال الماعدة النوس غادي نجنسوا مكوينة مزيان غادي نضيف الكمية غادي نشكل كويرة تصغيرة وفي الطاجين نبدأ غادي نضيف مختلفة غادي نضيف لولين زيت المائدة وحاوية زيت الزيتون غادي نضيف عليهم بالسلم شلدة غادي نضيف عليها جوجدظر الزيل التومال غادي نضيف كذلك مع القصغيرة دي المركز الطماطم اللي هي ماطيشة دي الحك غادي نضيف على البصلة ثلاثة دي الماطيشات محقوقين أنا هنا عندي تقريباً ثلاثة دي الماطيشات غادي نضيف عليهم العطرية اللي ضفت اللي درت في الكفتة غير هنا ليلة نضيف واحد شوية دي الخرقوم غادي نضيف المعد نوس غادي نغطي على ماطيشة غادي نخليها تقريباً طيب 11 دقيقة بوحدها ومن بعد غادي نضيف عليها الكفتة الكويرات دي الكفتة من بعد ما تنضيف الكويرات الكفتة كل اللي عندي سافي غادي نخليها تطيب أرى ما تدخش وقت طويل بثاف من بعد ما تطيب غادي نضيف عليها البيض أنا هنا هي غادي نضيف ثلاثة ديال البيضات تنعرفوا باللي البيض ما تحتوش لوقت طويل بثاف في يعني تنضيفوه في النهاية غادي نضيف عليهم رشيشة ديالة المعد نوس وغادي نخليهم يطيبوا يعني سيجعل البيض طيب والمود الظهرة ستبقى على حسب كيف تصبعه البيض واش تتبعه طيب بزيب او لغي شوية انا تقريبا نتخلي 1-5 دقايق هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اليوم الطاجين ديال كويرة الكفتة بماطيشة والبيض نتمنى الفيديو ديال اليوم يحجبكم شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء